سوفيان حتى انت شركة وطورتي فيها حياتك ومهارات كنت مجرد عامل بسيط ومبعد طورات المسائل يعني كنتي غاديم زيان احناره وقف اودي على تجربة هاتي ديك في الفان ديال الفين وخمسة كيما كتي اني دخلت مجرد عامل لك الشركة بقيش غال يعني كتشال ايام وشهور السنوات يعني كتشفنا الحمدلله خيبراش يعني بقيش انطلع درجاش يعني مجرد عامل حتى يعني شلتيت لكونطابيليطيرا ماشي سائلة يعني ديك الشركة دخلت لي وانا صغير حطاش فيها قاعد يعني بحلال عطاش فيها عطاشها خاطرية عطاشها يعني وقتك وكل شيء يعني كانت ديك الشركة ايام كل شيء بالنسبة لي ايام كل شيء يعني مكنش كنحلم بالله وراح تنرى هذكرا مجرد حلم شحادي مستي فيها؟ سبع سنين وطلت شهور سبع سنين وطلت شهور بشهور اقاع وكلا قاع بليش حاب اليوم وش حلم اليوم تكون شيء تلطعش اليوم حيث الحاجة تعطي فيها كل شيء تتضقك فيها حيث كانت شيء كل شيء يعني ادخلت لي انت صغير انا بشي دخلت ليها بشاهدات ولا ديبلوماش ولا هي ندرسة ديالك؟ دخلت ليها مجرد عامل يعني فيها تكونت فيها قريت فيها كنتي كتش تصالغ ديالك في نهاية الشهر امر مستقرة؟ كنتي كنا نخدمه بسواية يعني بسواية كنتي ربما كنتي أنا العاميل الوحيد اللي كان ديما تنضي بسواية قلت لك كان ذلك الشركة يهي الحلم ديالي أن أي إنسان عنده حلم وكان ذلك الحلم ديالي كنتي كنقول باللي غادي نوصل له من ذلك الشركة تكبر وطلع وتزيد الفلوس من طبيعة الحاليين من نهار بديتي رابديتي بخمسة درام لساعة يعني كتجي 1500 درام في الشهر حتى الواحد الوقت لقي ترس كتشت 7000 درام تباكنا واحد النار تتشفيق من ناسك تتشفيق ما يتتلقى شيء من 7000 درام موقعت هذه 1500 درام تحاجة تحاجة تقدرتين تتوعبها بعدها؟ لا 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 هذا الشيء كان مدرس يعني هذا الشيء كان مدرس في الإدارة بدأوش ينقصه في العمل في العمل بدافع أن نرى الخدمة حقا ستقلها الأزماء كما نقوله رسمنا خطة الطارق باش أنهم غاد يوصلوا لا تتشفيق أنهم خطتوا لا تتشفيق ما يتفعر أن نكون خطة الطريق الضبوط تركيش بشي بحالك أما بش أنه فاشكي بدو بوضنقصه يعني العمال كاتو اللي حالة حالة نعم نعم يعني بدأ شكاية ذكتل شهور الأخرى ولا شي تنقصه كل مره يعني كل نهار كتجي للخدمة كتلقى مسانا 15-20 ماشاركتو 15-20 وواحة مطابعة الحالكتو متضرسان شى النوبة ديالك وقلت لكتسن نوبتك شنوبتي تتوجد على شي بلا ناخر في الحياة أو لا تسنى وعيش عيش ذلك المسألة رأى أني ضربت سبع سنين ينايه لا يمكن أن الناس يتخلئوا عنها ذات السهولة أو لأ لديك أو لديك كلمش في الشركة لا تتوقع على ما يأتي و تلاحيت بحال ربما كان المودي يرقى سيكون كل شيء بقى يمشي ذلك في أج واحد النار كنت يدين شي شوية فليسات على الأقل برش تدبان يرسك واحد شهر ربع شهر كنت تدك الساعة يالله ولدت لي لماذا كنت يمجوج يالله ولدت لي دوزت السبع مطابعت لا يعني يالله دوزنا السابع بشهرين وقع ذلك شي يعني ما مجلسي ذلك العام و تلت شهور اللي أخر يعني باش تسد في الشركة هي نيش فاش تزوج انت قلتي سافيدة بأنا مزيان مستقرت مطابعة الحال مستقرت قبل الإطمئنان كاين كل شي كاين مانضا تدوز نجوج وندير وليدتي يعني رابش كتكون قبل الزواج كتش عيش كتش عيش لا جونيسي يعني رابع عندك تكسب ألف دراما رابع تشبال لك رالافي مجلسي مكتش فكرش انك رأي اللارة غديدي تسد الشركة ولا مكتش ولا أنه خسنين دير وخسنين 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 لدير الدار ولكن الليكتزوج يكتش فكر الله خسك الضار خسكتمو بالخسك مستقبال نهار ليجي شيش حلم يعني السريك ادعش فقتي من الكابوس فقتي من الكابوس يعني دوزنا دوز كما كتلك السابع كان عندي في كونجي دخلت من الكونجي دخلت الأمور في الشركة مقلوبة يعني تصنج على الشيء وخرجت بحال الناس وبدأت حيات وحدة أخرى أكيد أتدا حيات وحدة أخرى وركي نهاية العالم ماشي ماشي سداد الشركة راسد الباب الرزق ماشي الشي الإنس كما المديرت هو قلب فمو تقول كأن رك مازال صغير ومازال ممكن تقاود ممكن تقاود خدمة أخرى وكما ممكن تقاود حيات أخرى ماشي سير شو أنني بسبب أذيك الشركة يعني أنا طلقت لماذا؟ آه طلقت لها واشتيا المشاكل هذ هم المشاكل جمس ما يعوضون إليش على مرشي ولي على بنشي ما غادش يعوضك أو بالنسبة للخدمة أنك غادش ماشي وخا إذا نعرفوا من بعد نشوف تأثير ذي لها الشي على على طلاق إذا ما علش كيف يعني سوحتي تجوج على الحلوة إذا فاشت تجي المرة الواحد خصوية يدير شي شوية ما نردوش باللي راها ممكن يعني كيمتش يقول لك الله راها تكون معك فوقت الشدة ولكده مشكل ماشي ديالا مشكل ربما ديالي أنا لك أنت مرتبط بالمادة باللي يعني ما كيمتش عنقول له نهارتش كي أخوات جيب أنا تغيرت مع نفسي إنتا يعني مشكل فيك مشكل فيك نهار رقاش عندك الفلوس ما تحملتش راسك ما ما نحملتش راسك ما حملتش راسك يعني ما تقبلش تامل إليك قلس ملخبنا أنني ما نشكيش نشوف للعائلة لو أنا شنقصي بيني وبين نفسي شنال الفكر ذلك كنقول شوفاش ربما نمشي عندك الناس وشوفوا فيه واحد شوفا اللي مغايرا إذا دخلتك ما قال صابح دخلتك واحد نفسيا تم أزم بيني وبين نفسي نمشي يعني ما زال يعني ما لحد الآن ما زال ما تلاقيش معاشي واحد اللي غادي يحسني نمشي الفرق اللي كان ما بين وأنا كنت خدام والفرق ما بين أنا وانا قالس يعني إذا دخلتك أنا يشوقا أنا وراسك ما زال ما تتواجهش معاشي واحد هذا نعم نعم وخا سوفيان شكرا لك على هذا الشي اللي قلت لنا واحد للفكرة اللي الإخوان كلهم اللي هدروا عليها هو أنه تكون إنسان عنده مخطط واحد طريق واحدة إذا وقفت هذه الطريق تحت أي ضرف من الظروف إما مطرود إما سداد الشركة يعني إنسان تيتلي في الضايا والشي اللي شفنا كأنه ما كانش بدائيل ما كانش داكتين نقولوا بلون آ بلون بي أو لحنا ما مربيش فعلا على أننا ندرو أكثر من خطة في الحياة باش ما نوقفوش فعلا أخت نوهاد ما كانش حاجة مضمونة في الدنيا كاملة ولكن خاص دائما في الترتيبات ديانا ناخدو هذه الاعتبارات يعني بعيد الاعتبار ولكن قبل ما نتحدث على ذلك لابد من الإشارة إلى أنه الآن دولة من أجل هذه المسألة خلقت واحد نظام ديال التعويض على فقدان الشغل اللي هو انطلق في مارس 2014 واللي دخلت فيه في ميزانية ديال الدولة لخمسمائة ديال المليون مزعلة ثلاث مراحل بالنسبة للأجراء اللي كان فقدوا الشغل بطريقة غير إرادية يعني مثل هذه الحالة تماشي قدموا استقالات ديالهم واللي كانوا زاولوا العمل ديالهم أكثر من 270 يوم يعني خلال 12 شهرا الأخيرة واللي كتعطاهم واحد نسبة ديال 70% من الأجراء ديالهم اللي كتوصل من متوسط الأجر ديالهم اللي كيخليهم على الأقل واحد مدة 6 شهر ما يحسوش به ذاك الارتباك اللي يحسو به أغلبية للحالات اللي عندنا وهذا ما كيمنعش كيف ما قلتي أنه هناك العديد من البدائل اللي خاصة الإنسان ميبقاش وقف عندها يعني ما كانت نتهيش الحياة عند انتهاء واحد للشغل بواحد المؤسسة معينة أو شركة معينة وبتالي هناك لك أنت عندك كفاءات وطاقات أنت كلك طاقات وكل كفاءات ما يمكن لك إلا تبدأ فعلا كان أزمات ولكن هذه الأزمة اللي كان مرومنا وصدما كان ينقطك بقاء اختصاصي اللي كان يمكن أو ديكوتش اللي كان مش يونتواجه عندهم اللي كان حاول نتجاوز ذاك المرحلة لما استطعتش أنا الراسي أنني نتجاوزها وبالتالي ما كتوقفش الدنيا عند شي حاجة الموت وكيوقف الأعمار ديال يعني حياة كيفاش ما أنه هنا نوقفو عند شغل أو عمل بإحدى الشركات شكرا لك سيهيشام معروف لحظات مشاهدينا ناخدوا فاصل إعلاني ونرجع نكملوا قصة الناس طلقتي أول إجراء قدرتي من بعد ما ستت الشركة وما خرجت منها كان هو أطلق إياك الوليية الدولة البنية مشا مع أماما أنت دخلتي في شي كتئاب ولا شنو قاعدك كما قلت لك السبب ديال طلقت أنا كنت تحمل المسؤولية دياله كما قلت أنا قدخلت في كتئاب يعني مرتش يعني كتكون عايش واحد لمستاوى من بيالليلة وضحاك تلقى رأسك في مستاوى آخر يعني ذاك المضرات ديال المجامع أولا ديال الصحاب كل العائلة أولا ديال المرشك أولاد ما زال مش شاش من نوم أنا كنشوفها بيني وبين راسي صبقتي أنت صبقتي أنا صبقشها يعني أنا غلقش على راسي أمش وبقيش عايش مع هذا كنبقادك شي كنقول غادي يقوله أنا جنقوله راسي تنصبق الأحدى كتلك أنا متواجهش ما أتيشي واحد بحلا عربش عربش من عربش من كل شي بقيش بقيش نخدم كما كنقوله أعمال حرة أعمال حرة ولكن أعمال حرة اللي هي ما ما هي يعني أضع في الإيمان مشيش خدام فوق هو كتكتش تسبع لها في درامو اللي كتكتش كما كنقوله كتش حت عشرة درية وشنو المشكلة بديتي عو تاني مزارو شهال في عمرك أسوفيان ثلاث ديال الساعة وقع لك وش وقع المشكل كنش في عمري 28 سانة ايوى 28 عام هتبدا عو تاني تشد خمسة درامو غادي جهلا شي هتو قل سعو شيني حياتي كاملة غادي كتش حلم واتفاق عالش هاتفاق عالش ان دوسي واحد سبع سنين ونص في خدمة يعني الروح ديالك مرشا بطمعها في الأخر تبخر داك الحلم ناسة سوفيان اللي كيدوزو ستسين سبع سنين في واحد الخدمة تشدوس على رمزيان وكلش الأمور ومستقرع وما هي ديميسيوني هو ما هو ما بقيتش بغيت الخدمة بغيت مشين نبدأت جريبة وحد أخرى تعمل اختياري انت ما اختريتياش انت تفردات عليك انت تفردات عليك يعني مشي نهاية العالم انك رتبداع وتاني قدم سنقول ش نهاية العالم ولك انت انتهيتي ربا الشي هذا المودة أنا تناولك على هذا المودة اللي تريب في هذا الحلم يعني عشت واحد الضرف لي يقاسها ايا ولكن تريبتي في ذلك الوقيتها تريبتي امن طبيعة الحال انا مشي غيت تريبش دابا أنا كيما كتشين اعطيت لرأسي فرصة جديدة اعطيت فرصة جديدة ولكن باش انني غادي نعاود غادي نعيش ذاك ذاك العيشة اللي انا كتش عايشة ولا دا راكن يعني يعني امو سيب المهم لا زعما انت تلقى خديم اخرى وتروج الحركة ماشي نعاوتين نرجع مراتي ووليدي ونعيش الحياة شنو المشكلة ما شنضنش ما شنضنش يعني واش الحياة شعاد غادي شوالي كيف مما كانت شوالي حسن من اللي كانت ما نضنش علش وانت تتحكم عليها وانت نازل ما مشيش نحكم عليها يعني شنشوف من خيل النفسي أنا انا وكيف داير ولمجتمع وكيف داير انك باش عادي تشعاود اتخدم خدمة اخرى كيف ما كنتش يخدم ما يمكنش وباش انك تبدأ اوش اني من آزر وخص كسبع سنين اخرى ولا عشر سنين اخرى باش انك عاد تتوصل لديك حسن من ما تبدأ والو ما توصل والو اللي هما نبدأ من الناس باسين نوصل ولا ما غانبدا شو ما واصل طبعا انا مش متشائم لو ما نش تطريق الكار ونوصل وخلح البعيد ولا ما ندير من دي ماريش أصلا انا ما متشائمش انا متفاعل اه يعني اذا بحاليا يعني من اللي جيش اللي عندكم هنا وش نعود على هذه المشكلة انا رأي متفاعل باش انني غدي نعود حياس خرا كما نقول لقاو خدمة ولكن باش انني غدي نعود او لا غدي نعيش ديك الحياس اللي كنش عايش هذك الاستقرار وذك الحول من ذك النعيم او لا اذا ما شنظمش باش غدي ان شاء الله تعيش حسن من ذك الشي ما كان نتمنو ان شاء الله ولكن شي مقديم هذك التخوف عندك الباخل